ينضم إلينا ما أن بغداد مراسل غد مصطفى القطان إذن مصطفى ماذا عن تصريحات رئيس المجلس الأعلى للانتخابات؟ نعم بالتأكيد اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات أعلنت قبل قليل عن إجراءة أمنية غير مسبوقة من أجل تأمين يوم الاقتراع الذي سيكون فيها العاشر من شهر أكتوبر الحالي في عموم المدن العراقية هي المرة الأولى التي تتخذ فيها ربما الأجزاء الأمنية العراقية خطوات أمنية مشابهة من أستخدام الطائرات المسيرة من أستخدام الهواتف النقالة داخل مراكز الاقتراع إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات إغلاق المراكز التجارية القائد العام القوات المسلحة مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء سيشرف بنفسه على العملية الانتخابية سوف يكون هناك تنفيذ لحظر التجوال الشامل إذا دعت الضرورة لذلك بحسب تصريح اللجنة الأمنية العليا بالإضافة إلى أن القوات الأمنية العراقية قد دخلت بالفعل في حالة الانذار القصوى في جميع المدن العراقية وهذه حالة الانذار سوف تستمر ربما حتى لبعد يوم الاقتراع بالإضافة إلى انتشار أمني كثيف ستشهدهم مختلف المناطق التي سوف تشهد انتخابات وكذلك مشاركة في يوم الاقتراع من قبل الناخبين العراقيين في بغداد وفي جميع المحافظات العراقية الأخرى هناك تنسيق عالي بين فوضية الانتخابات العراقية والأجهزة الأمنية من أجل الضمان سلامة وسلاسة العملية الانتخابية وهذا بالتأكيد يهدف إلى طمنة العراقين بأن لن يكون هناك أي خروقات أمنية وكذلك لن يكون هناك نوع من أنواع التأثير الذي تمارسه بعض الجهات السياسية في تجارب سابقة على الناخبين من خلال ربما استخدام جماعات مسلحة لتغيير وتوجيه أصوات الناخبين من أجل التصويت لجهة دون غيرها جميع هذه الإجراءات التي ستتخذ من قبل اللجنة الأمنية تهدف لمنع حدوث مثل هكذا خروقات وكذلك أيضا لطمانة العراقين بأن لا خروقات أمنية سوف تحدث في يوم الانتخابات هذه الإجراءات هي إجراءات غير مسبوقة الهدف منها أن تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيها كما تقول الحكومة العراقية لطمانة العراقين وكذلك لحثهم على المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات بالإضافة إلى حزمة إجراءات أخرى اتخذتها المفوضية من أجل تشجيع الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع في العشر من أكتوبر المقبل باعتبار أن الحكومة العراقية الحالية وكذلك الكثير من أجهات السياسية ترى أن هذه الانتخابات هي انتخابات محورية مفصلية مهمة جدا لمستقبل العراق السياسي وللخروج بالعراق من الأزمة الحالية التي يعاني منها على المستوى السياسي وكذلك المستوى الاقتصادي شكرك شكرا جزيلا مراسل غد كنت معنا من بغداد مصطفى القطن